كل علم من العلوم بيمر بمراحل بيتطور فيها بنقدر نعمل أبحاث أكتر ونشوف حالة أكتر ونطلع منها استنتاجات وبالتالي تنبؤات أكتر تدريب الكلاب وسلوك الكلاب ده علم من العلوم زمان كانت الناس بتدرب بمفهوم للتدريب أن الكلب لازم تكون أنت المسيطر عليه وانت بتتعامل مع ابنشوفية اخترعنا أدوات زي الخنقات والخنقات الشوك فلما نيجي للوقتي احنا في 2019 أو 2018 مش منطقي جدا أن أنا جيب أدوات كنتو باستخدمها أيام الحرب العالمية وقول أن أنا عايز أدرب بيها كلبي دلوقتي طلع مفهوم جديد للتدريب وطلع مفهوم جديد للسلوك أنا مش محتاج أن أنا أكلم الكلب بحزم وبشدة طول الوقت علشان الكلب يسمع كلامي بتجيش تقيس على كلب بينزل معركة زي كلاب الجيش أو كلاب الشرطة ده كلبي بيتعرض طول اليوم لصوت ضرب رصاص وقذائف مدافع ودبابات ومش عارف ايه فأنت لو كلمت الكلب بصوت واطي وقلت له سات الكلب مش هينتبه لك أساسا فطبيعي أنت لما تيجي تكلمه وتقوله أي أوردر أو أي كومند لازم تروح أقيل له سات أقيل له كام علشان الكلب ينفع يسمعك لكن كلب البيت أنا مش هينفع طول النهار لما أطلب منه حاجة أقعد أزع أنا كده بزود توتر لي وزود توتر للكلب أنا في غين عنه احنا للوقتي بنضرب إزاي بنضرب بحاجة اسمها بوزيتيف ترينيج أن أنا بخلي الكلب أعمل استرس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها وأدي له عليها ريورد أو أدي له عليها مكافأة التريتس اللي احنا بنجابها للكلاب على طول دي بنستخدمها في التدريب كلما يعمل حاجة كويسة أبدي له تريت وبالتالي لما باجي عايز درب الكلب على أي أمر بوصله له بالتريتس برضو يعني أول قاعدة عندك في التدريب عكس الأولد سكول بقى اللي الناس كانوا بتعملها زمان أول قاعدة عندك إنك ما بتلمسش الكلب أنت بتعمل تحرك وضع جسم الكلب في الوضع اللي انت عايزه عن طريق التريت هو بيشوف الطريقة اللي جسمه يكون فيها ينفع ياخد منك التريت دي وانت بتبتري تأكد على ده وبالتالي بيكون الكلب عندك سوي متعود أنه هو بيسمع الأوامر وبينفزها بصوت واطي من غير توتر بيسمع الأوامر لأنه هو عارف أن الأمر اللي هو هياخده هياخد عليه مكافأة مش معنى كده إن هو الكلب هيفضل طول عمره بياخد المكافأة دي بياخدها طول عمره مفيش مشاكل بس مش بياخدها في كل مرة هقول لكلب سات هيعد هروح مديله المكافأة لكن الكلب فهم إن أنا لو مدتلوش المكافأة دلوقتي هو هياخدها بعدين بعدين إمتى ممكن النهاردة ممكن بكرة ممكن بعد ما يعمل سات كزا مرة ده الكنسبت الأساسي اللي احنا مندرب به الكلاب دلوقتي